أشاد وفد من أعضاء البرلمان الأوروبي الذين يزورون البحرين حاليا برئاسة أمجد بشير عضو البرلمان الأوروبي وعضو لجنة العلاقات الخارجية وحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي أشاد بجهود بملكة البحرين ومبادرتها المبذولة تجاه تحقيق الاستقرار بالمملكة وأكدين أن الصورة التي انعكست خلال زيارتهم عكست حرص المملكة وقيادتها على مواصلة مسيرة التطور الديمقراطي والبناء عليها منذ العام 2002 ونوهينا بالخطوات الواضحة التي قامت بها البحرين تجيء في إطار تعزيز مبادئ حقوق الإنسان التي نصت عليها المواثيق الدولية منذ الوهلة الأولى لزيارة البرلمان الأوروبي إلى مملكة البحرين والانتباعات في تساعد إيجابي فهذه الزيارة ليست هي الأولى لكنها تعد مختلفة وتحمل بين طياتها الكثير من الأهداف لا ربما من أبرزها هو إفساح المجال للدبلوماسية البرلمانية لتغيير مسار العلاقات بين الطرفين ليكون التعاون هو المحرك الرئيس لتطويرها كانت هناك مواضيع نقشناها مثمرة وكان اجتمع رائع بينه وبين أعضاء البرلمان الأوروبي تناولنا فيه كل ما يهم البحرين والإعلاقات البحرين بالبرلمان الأوروبي نحن نؤمن إيمان شديد بأن هذه الزيارات تعزز العلاقة البرلمانية بينه وبين البرلمان الأوروبي الاجتماعات التي تم عقدها بين الجانبين خلال الزيارة التي امتدت لثلاثة أيام أخذت طابعا شموليا وخلصت جميعها إلى ضرورة توطيد التعاون المشترك بين البرلمان الأوروبي والبحريني لقد لاحظنا بأن هناك الكثير من البوادر التي تشير إلى أن البحرين تمضي على المسار الديمقراطي الصحيح وقد استمعنا إلى الكثير من الأطراف المعنية بحقوق الإنسان ولاحظنا أن هناك تطورا ملحوظا في التعامل مع هذا الملف ونحن بدورنا سوف ننقل هذه الصورة إلى البرلمان الأوروبي البحرين هو بلد كبير وطروحة جسر يربط جميع البلدان هو بلد نموذجي يسرني أن نرى طريقة الحياة والانفتاح على العالم واحترام الأقليات البحرين هي شريكنا المميز ونحن نتطلع إلى المزيد من التعاون واللقاءات خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب من الجميل جدا أن نتواجد في البحرين هذه زيارة الأولى الهدف من الزيارة هو تقوية العلاقات بين البرلمان الأوروبي والبحريني أما الهدف الآخر هو ما يتعلق بتطوير وتوتيد العلاقات التجارية الاقتصادية بين البحرين وبريتانيا بما يعود من نفع على البلدين في اليوم الأخير من الزيارة أقد اجتماع بين البرلمان الأوروبي والجاليات الأجنبية في البحرين هذا الاجتماع عكس الصورة الحقيقية لمملكة البحرين خاصة فيما يتعلق بحرية ممارسة الدين والتعايش بين الجميع الانطباع جميل من قبل كل من يعيش هنا على أرض البحرين من الجاليات الأجنبية وقد أدهشني جدا ما التحدث عنه حول حرية ممارسة الدين وعن حرية بناء المعابد والكنائس وعن دعم ملك البحرين لهم وهذا رائع جدا وقد أعجبني وأنا بدوري سوف أنقل هذه الصورة المشرفة والجميلة عن مملكة البحرين إلى البرلمان الأوروبي كان اجتماع رائع مع الجاليات الأجنبية في البحرين والأهم أنهم تحدثوا عن حرية ممارستهم لعقيدتهم الدينية وقد وصف أحدهم لنا البحرين كالحديقة الكبيرة التي تشمل على مختلف أنواع الزهور نحن نهنئكم بأن البحرين بلد منفتح على الجميع ونحن بدورنا سنوصل هذه الرسالة إلى البرلمان الأوروبي أردنا أن نوصل رسالة من الديانة الهندوسية إلى البرلمان الأوروبي من خلال هذا اللقاء أن البحرين بلد صغير بحجمه وكبير باحتضانه لكل الجاليات والمعتقدات الدينية وإضاح الصورة المشرقة لمملكة البحرين نحن فخرون بأننا نسهم في إصال رسالة إلى البرلمان الأوروبي وبأننا هنا في البحرين نعيش في سلام بالرغم من تعادل الديانات والمذاهب وإننا نلقى كل الدعم من ملك البحرين وحكومته وشعبه الزيارة أتت ثمارها وحققت الأهداف المرجوة فالصورة للعلاقة بين الطرفين أصبحت أكثر وضوحا والتعاون لم يعد تؤثره الحدود لكنه تحرر منها أعضاء البرلمان الأوروبي عاشوا الواقع على أرض مملكة البحرين واطلعوا عن خرب على تجربتها الديمقراطية بكل تفاصيلها سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين